السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليم بشدائي الرائد كيف نتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ولا خير اذا يوم جديد ودرس جديد نتميم درس دينا ولا نتميم المراقبة المستمرة دينا احنا في اطار الاستعداد للفرض الثاني الخاص بالدورة الثانية بنسبة لمستوى الثاني بشدائي اذا شفنا الدروس شفنا التقويم ودعم خاص جميع الدروس الخاصة خصوصا بالوحدة الخامسة اللي ان شاء الله سيكون فيها الفرض اكيد اذا كان بغي كذلك انا اكد عليكم انني اخلي لكم جميع الروابط ديال الفروض في صندوق الوسط تقدروا تستفيدوا منها اكيد كيف نقول لكم دائما حاولوا انكم تتبعوها وتقوموا بالانجاز ديالها داخل البيت الذي سيساعدكم على انكم تولفوا انكم جوبوا في المسيحان او في الفرض بكل سهولة جيد اذا اليوم كذلك سنشوفوا مادة اللغة العربية فرض اخر في مادة اللغة العربية حاولوا انكم تقوموا بانجاز هذا الفروض كامل اللي كان اعطاكم اكيد انكم ستصدفوا واحد من التماري اللي كان اعطاكم انا في الفروض في الفرض داخل القسم كذلك ممكن تصدفوا فرض كامل فقط حاولوا انكم تدروا مراجعة عامة للفروض كاملين حاولوا انكم دائما تتبعوا معايا الفروض اللي كان احط كل يوم في القناة حاولوا انكم تأكدوا على انكم اشتركوا في القناة ان شاء الله باش يوصلكم الاشعار لانه انا حطيت فرض جديد تتبعوا معايا كل النهار والمواد اللي كان حط مفهوم هذا اكيد صريحكم باش تجيبوا نقاط اللي مميزات كل مراجعة للكم شاملة وعامة يعني ما تفلو تحت شي مادة جيد جدا اذا بالنسبة للناس اللي يتابعوني على الفيسبوك ادخل لكم الرابط للصفحة في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك الاهم هو انه يستفد معنا اكبر عدد التلاميذ والتلميذات من الدروس دينا في القناة جيد اذا نبدأ على بركة الله تعبير كتابي اول تمريد لاحظوا معايا نحاول اننا نوضح لكم الصورة ما امكن جيد نقرأ السؤال اولا استعملوا مثل ما اجمل الوردة اذا عندي هنا تعبير نحاول اننا نقوم بانجاز جملة اخرى على غرار هذه الجملة الاولى لديها المصورة التي اعط its account او اطاقهموا اولا بان specific امثلاء اهم اولا اطلاقити الفروض اطلاق المصورة والاشياء تعبير اطلاق maths خاصة بيجار تكون انجاز ا Champions حاولوا كذلك يعني ما تنقلوش مني أنا حاولوا أنكم تديروا بحالي يعني مثلا أنا عطيت واحد لجملة تنتمى حاولوا أنكم تقوموا بإنجاز جملة مفيدة على غرار هذك الجملة اللي عطيتكم أنا هكذا باش إن شاء الله تستفدوا أكثر وكل إجابة ديلكم تكون تكون الإجابة ديلكم إجابة اللي هي حقيقية يعني مش نقلتوها وخا جيد إذن أنا غدا ندير جوجد الأمثلة حاولوا كذلك إذن أنا أقول ما أروع الجو ما أروع الجو ما أطيب الأستاذة أي أن الأستاذة طيبة جدا وأن الجو رائع مفهوم نشوفوا الجملة الثانية يا عمادو هل ذهبت إلى المدرسة اليوم يا أنا أقول يا أسماء هل أنجزت واجباتك يا أحمد هل أنهيت من اللعب هل أنهيت من اللعب مفهوم جيد جدا نشوفوا دخلت تلميذ فرحا دخلت تلميذ فرحا أقبل الأستاذ متحمسا أقبل الأستاذ متحمسا خرجت البنت حزينة خرجت البنت حزينة جيد نتميم التمرين رقم اثنان لاحظوا معي والتمرين رقم اثنان يقول أكتبوا الأعداد بالحروف إذن بالنسبة لهذا التمرين هذا فقط معلكم إلا أنكم تشوفوا الأرقام اللي مكتوبين فهذا النص هذا الصغير جدا وحاولوا تكتبوهم بالحروف حاولوا تركزوا كذلك إذن يقول النص اشترت أمي خمسة حلويات خمسة حلويات إذن نكتب خمسة هنا وأعطت للبائع عشرة دراهم وأعطت للبائع عشرة دراهم ورد عليها أربعة دراهم ورد عليها أربعة دراهم جيد مفهوم؟ حاولوا فقط أنكم تركزوا في الكتابة ديال الأرقام بالحروف باش إن شاء الله ما تجيروش أخطأ شوفوا التمرين رقم ثلاثة لاحظوا معي التمرين رقم ثلاثة إذن وحاولوا حسب المطلوب عندنا تحويل غادي نحاولوا أو استرفوا التحويل غادي نحاولوا أننا نشوفوا أشنو اللي مطلوب منا نحولوا جيد عماد استحق الجائزة ريم استحقت الجائزة ريم وعماد استحق الجائزة عماد وأصدقائه استحقوا الجائزة ريم وصديقاتها استحققنا الجائزة استحققنا الجائزة جمع المؤنت وهنا جمع المذكر مفهوم إذن شوفوا الجملة الأخرى وثب اللاعب وثب اللاعب معناها انطلق أي انطلق في السباق وثب معناها انطلق وثبت اللاعبات وثب اللاعبان وثبت اللاعبتان وثبنا اللاعبات وثبنا اللاعبات جيد شوفوا التمرين رقم أربعة إذن الثمانين رقم أربعة يقول أرتب الجملة بترقي مهام إذن عندي هنا مجموعة دي الجملة وغادي نحاول غادي يكون لي هاد الجملة هادو واحد النص لهو صغير جدا غادي نحاول أنني نرتبهم مفهوم جيد إذن أقرأ أول جملة يهنئ الناس بعد صلاة العيد ويتناولون الفطورة ثم يعودون إلى بيوتهم ثم يوزعون العيدية بعضهم بعضا إذن هاد النص كي تحدث لنا على يوم العيد والأحداث اللي كتكون في أيام العيد عند سائر الأسر المغربية إذن سنحاول أننا نرتبوا هاد الجملة هاد أول جملة هي أولا لاحظوا معي الترقيم بعد صلاة العيد يهنئ الناس بعضهم بعضا بعضهم بعضا ثم يعودون إلى بيوتهم ويتناولون الفطور ثم يوزعون العيدية إذن كيقول نص أن بعد صلاة العيد غالبا أن يتناولون بعضهم البعض ويتناولون الفطور ثم يعودون إلى بيوتهم ثم يوزعون العيدية يعني أن الناس غالبا أغلبية الأسر المغربية خلال يوم العيد أولا يقوموا بالصلاة قبل أن يتناولوا وجبة الفطور كيبشوا كيسليوا من بعد ما كيجيوا من الفطور كيهنقوا بعضهم البعض كيقوموا بتناول وجبة الفطور ومن بعد كيوزعوا العيدية على الأطفال وعلى قعل الناس اللي كيكونوا فرحانين بهم إذن هذه الأشياء كلها كيقوموا بها أغلب كيف قلت لكم الأسر المغربية جيد جدا إذن دبا شفنا التعبير الكتابي دبا سنرى حصة خاصة بالإملاء أتمنى أنكم تركزوا معي في الإملاء سنحاول أن نتذكر أسماء الإشارة وأسماء الموصولة إذن حاولوا تفكروا معي وحاولوا تركزوا في الترسم جيد جدا إذن إملاء لحظوا معي أتمموا الكلمات بالألف المناسبة مقهى أعمى العصى رحى مصطفى الفتا ثانيا أتمم الكلمات بالألف المناسبة ارتمى دعا سعى شكى اشترى جرى جيد أتمرين رقم ثلاثة أحول رمى يرمي التقى يلتقي دنى يدنو رضي يرضى رضي يرضى أعيد رمى يرمي دنى يدنو التقى يلتقي رضي يرضى مفهوم جيد نتمم الخط تلاحظوا معي الخط بالنسبة الجملة التي تكون لديكم الخاصة بالخط كانت مني أنكم تكون بالكتابة بخط جميل جدا حروف تكون واضحة جدا لا تحاولوش أنكم تكبروا الحروف بزاف ولا تغرغوهم بزاف لا كل حرف حاولوا أنكم تعطيوها الحق بشبال الخط أنيق وجميل جدا كذلك رحضوا أنه عندي قريبا عشرة نقاط خمسة نقاط فقط في هذه الجملة وخمس نقاط أخرى في الجملة الأخرى يعني عشرة نقاط لا تريدون تضيعوهم لأنها مهمة جدا وسهلة وشيء بسيط جدا فقط تحاول أنكم تنقله بخط يكون جميل جدا إذا الجملة مطلوب كتابة هؤلاء إعادة لكتابة لها هي لبس مروان سروال فضفاض ثم استظل عثمان بالضلة استظل عثمان بالضلة إذا نتلقى معكم إن شاء الله فرض آخر حاولوا أنكم تقوموا بالمراجعة للفرض اليوم مهم جدا نخلي لكم رابط وصندوق الوصف ونتلقى معكم إن شاء الله فرض آخر إلى اللقاء